اشتركوا في القناة 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 البطلة ايه اللي بيدور في مخها اه اشتركوا في القناة 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 كتير المعاناة وبالنسبة للمرأة بالذات عشان أنا شايفها الحارقة مهتمة بقضايا المرأة أو حارقة كنتي بتقولي مهتمة بقضايا المرأة بالتحديد المعاناة أو المشاكل أو الحاجات دي احنا هيا بنشكر الرجالة اللي بتعمل المشاكل عشان هما بيطلعوا أحلمة في الستات الحقيقة في الفن يعني إبداعيا فيه طاقات إبداعية بتتفجر من المعاناة دي مرات طبعاً أفضل وسيلة للتعبير عن المعاناة أنا أطلع عمل كريتيف أو عمل فني طبعاً يعمل إبداعيا الرواية الثانية حضرتك كنا بنتكلم عليها رهاصات مصرية هي بتكلم عن العنف المنزي بزبط إيه سياق القصة يعني قولينا الفريم الأوتر فريم كده أوكي يعني هو بنت تلقائية جداً طيبة جداً بتحب واحد اللي هو ممكن نقول عليه شخص نرجيسي أو سايكوباتي فبيبدأ هي متسابحة جداً فبتفضل كل الحاجات اللي بيعملها معيها اللي فيها عنف اللي هو ممكن يكون عنف جسدي عنف مادي عنف معنوي وبيبدأ الموضوع يتطور لعنف عقلي يعني إيه بقى عنف عقلي يعني يبدأ إديها إحاء إن هي عندها خلل عقلي أو فيه جنون يبقى فيه أحداث معينة وينكر الأحداث دي يختلق أحداث ما حصلتش فيبدأ يشككها في نفسها إن دا حصل إن دا ما حصلش إن ممكن مثلاً يتعدى عليها يضربها وبعد كده ينكر الموضوع كله أنا ما جيتش جنبك فهي تبدأ تشكك وده حصل ولا لا قاود يا خبر آه بالضبط فا دا من تاريه أقصى أنواع العنف أقصى أنواع العنف بزبط وحضرتك هل أنا واضح أن أنت مهتمة بالشق النفسي إن فيه جزء سيكولوجي في الكتابات بزبط بزبط هل قريتي حاجات عن العلم النفس قريت سيكولوجي كتير آه قريت سيكولوجي كتير من 2013 وأنا مهتمة جداً أنا أقصى سيكولوجي لإني حسيت إن لازم أفهم سيكولوجي كويس عشان أقدر أجسد الشخصيات وعمل صحيح وتطور كل شخصية مع الأحداث يعني مين اللي ساعدك ونتي بتكتبي الروايات يا إنجي يعني مين اللي أدكي التبس إزاي how to write a novel أو إزاي تكتبي رواية لإني برضو الرواية دايماً حتى الناس اللي بتكتب قريدي بتبقى عندها الخوف من الرواية الطويلة تقولك دي شخصيات كتيرة دي أحداث كتيرة ده إزاي هربطوا مع بعض إزاي هعمل تجسيد الشخصية على حدة مين اللي ساعدك في الفترة الأولى دي مين في الجايد بتاعي القراء القراء إزاي أنا كنت هي يعني حوالية سبعين جزء سبعين سين يعني فأنا كل سين كل مشهد كنت بقى بنشره على فيسبوك وردود أفعال الناس اللي أنا كتبتوا هي اللي كان بتعلمني أنا عملت إيه غلط وعملت إيه صح الله دي أنا كنت بكتب لايف دي فكرة ظريفة أنا كنت بكتب لايف everyday live بدزل مثلاً 3-4 scenes آه وهنشرهم للناس فلو انتقدوا قوي أو شكروا قوي أو ضحكوا قوي أو عبروا هو ده اللي كان بيعلمني أنا مش فبتخدي رد الفعل طازة على طول فراش بزبط في وقتها كنت بزبط بزبط الرواية دي انت كتبتها باللهجة العامية بالعامية بزبط دي حاجة مش درجة قوي لكن ليه انت اخترتي تعملي ليه الخيار الفني ده يعني بالزبط؟ حبيت ان انا عمل totally the opposite أو العكس تماماً من اللي انا عملته في مشوشة آه ان انا عايزة اوصل لكل الناس يعني الاول خلاص انت كنت خايفة خايفة ومش عايزة وكمال مش عايزة خايفة من اللي انت تعباري ازاي أو كده وفي نفس الوقت خايفة التي اول تجربة اه بالزبط اول تجربة دي بقى عايزة خلاص انفتح خلاص بقى فعايزة توصي كل الناس سأل اللغة ساعت اللغة العربية بتكونها عائق في الكتابة؟ آه طبعاً للوصول للجمهوري يعني؟ آه طبعاً آه يعني في المشاعر بالزبط أو وصف الإحساس لو وصفتيه بلغة عربية فصحة مش هيوصل زي ما توصفيه زي ما انت حسبيه بالزبط آه بالعامية تفرق طبعاً فكنت بتكتبي كل حاجة حتى الكتابة السارد ده نفسه كله بيبقى بالعامية؟ كله آه آه طب ده حلوة يعني ممكن الناس كتير تفهم كده بس هل جات لك انتقادات بقى؟ لاني دايماً الناس بتكتب بالعامية خاصةً في الروايات ده شيء مش دارك ف يعني فيه ناس بقى بتقولك إيه لأ كده ده ضد اللغة ده لازم التعبير يبقى أرقى من كده ده يبقى كذا بس يعني أنا دايماً وجد نظري إن الفن ملوش شكل محدد فواتقفر لنا الشكل الفني اللي أنا عايزة أطلع بيه شغلي سواء لوحة سواء رواية سواء واتقفر هطلعوا بيه النوقد ممكن يكون بإسم مقياس معين باي دي بوك يعني أنا مش شايفة إن الفن ينفع يكون في باي دي بوك هو يعني بطبعه عمل إبداعي العمل إبداعي ملوش مقياس ملوش مقياس ليأساسات ليأساسات بس ملوش مقياس تقدري تقولي إن ده acceptable or not ما بحسش كده قوي بس أنت في الحقيقة كان عندك شكل فني في الكتابة يعني أنت رواية دي أنت كتبتها بستايل فني معين أه طبعاً إيه هو؟ تقصدي إيه؟ الطيار الشعوري أنا كتبتها stream of conscientiousness إن أنا يعني بسرد أفكاري أنا أو أفكار حبيبة الأصيل اللي هي البطلة يعني طول الأحداث فهو كله بمركز على إدراك البطلة إدراكها على علامها الداخلي علامها الداخلي بذبط طيار الشعوري الأفكار بتجيب أفكار والأفكار دي كلها وربطها الموقف ده بموقف تاني وإدراكها عمال يزيد كل يعني كل يوم أو كل مع تطور الأحداث إدراكها عمال يزيد لحد آخر لقطة في الرواية إيه أحلى تعليقات جات لك من القراءة؟ أكتر تعليقات ببساطتني جداً بصراحة جات من رجال يعني كتير قالوا لي ويعني قالوا لي إن هما شافوا زوجاتهم بعين مختلفة بعد ما أروا الرواية هلوة قوي إن هما كانوا مش فاهمين تصرفات يعني مش فاهم مراتهم بتتصرف كده ليه هي بتزعل بالتراكشنز بتاعتها مش قادر يفهمها إلا ما قاريت روايتك بقيت سامعها ناس كتير قالوا لي كده بقينا سامعين صوتها عارفين يا بتفكر إزاي فبقيت أنا ردود أفعالي معها مختلفة فبقيت عرقتنا أحسن فأنا وكنش متوقع في صراحة إنه يوصل لكده بس دي بالنسبة لي حاجة ننجاح دي حاجة عظيمة جداً دي حاجة حلوة جداً جداً يعني إلا أنت نقلت الداخل المرأة أو عقلها الباطن طلعتها على الورق فبقى بصوت بقى بسموع لأن معظم الرجال دايما بيقولوا إن الست بالنسبة لهم كان مش مفهوم غامض أحنا اللي غامضوا السين غامض إحنا واضحين جداً على فكرة إحنا واضحين زيادة عن لزوم إحنا بس too much يعني emotional emotional قوي فعلاً الخطوة الجاية عايزة تعملي إيه؟ يعني عارف أنت بتحضري حاجة دلوقتي آه أنا بحضر للروايات دلوقتي يعني لسه مش عايزة تديها اسم أوي أنا كنت بفكر في اسمي زيما أنت كنت بدي ما كنا نتكلم مع بعض وقلت لي إن الأسماء بتاعت رواياتي جديدة شوية بتدي انطباعه اختلف بزبط يعني إرهاصات مصرية أنا ليه سميت إرهاصات مصرية أنا سمي إرهاصات معناها إيه؟ معناها تنبوات يعني مقدمات لشيء أو تنبوات ومعناها أني بتعملي الحاجة بإصرار شديد مهما يعني كراري نفس الحاجة يعني دي تلات مرادفات لها فرحة ستتن الرواية فيها كل حاجة بندها فيها كل ده ومصرية بمعنى امرأة مصرية آه المجتمع المصري يعني ده اللي بيحصل في المجتمع المصري المجتمع المصري بيأثر إزاي على الست يا إنجي؟ بي يعني 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 أنت أعتقد اللي أنت برضو صورت ده في الرواية بتاعتك آه طبعا طبعا وكان جزء أساسي يعني في تشكيل الرواية بتاعتك تأثير المجتمع على المرأة من خلال البطلات بتوعك؟ بيصنفها المجتمع بيصنف يعني بيحط ليبلز وتصنيفات للمرأة وبيحكم عليها بيحكم عليها ليبل سطحية آه بالضبط ليبل بشكل سطحي تصنيف بشكل سطحي جدا فللأسف بيبقى فيه مطلقة يعني متلقية حاجات كما لهاش أي علاقة أنت ما تعرفش القصة فما ينفعش تختصر حياة بني أدمى في مطلقة صحيح ده مش منطقي خالص بسعار كتير المجتمع ده هو بيبقى أصلا مليان تلوث أخلاقي ملوث أخلاقي أيوة ومطلقة في حد ذاتها أو whatever the label is يعني فكرة الليبلز دي أو التصنيف ده ده عمره ما بيكون ظالم في جميع الأحوال طبعا ظالم يعني مطلقة مش عائبة أصلا بس دي بالعبس ده الستات ما بتبقى مطلقة أنا بشوف يعني حوالي عندي صحاب كتير الحمد لله مطلقة قادر يعني مروا بالتجربة أنا بشوف أن هي بتبقى reborn يعني كأنها بتتولد من جديد بشكل إيجابي جدا وبيبقى عندها تعتمد على نفسها زي ما يقولها أو إسرال إن هي تعمل حاجة يعني هي لحظة إدراك بزبت تانية مختلفة هي لحظة إدراك إن أنا ما كانش ينفع أعتمد على حد خالص وأنا مش بقول إن مش المفروض كل ست تعتمد على جوزها لا أولا مفروض يعتمد على نفسي يعني حد بيكمل حياتي آه بس ما اعتمدش علي حياتي بتبقاش مرهونة حياتي أنا عندي حياتي بحياتي بزبط أنا عندي حياتي بزبط أنا عندي حياتي بزبط طبعا ربنا يكفينا على شر الطلاق طبعا أبغض الحلالة بيقول إحنا بنحرض ولا حاجة ينزي خلناش دعوة إنت بتقولي بتحضري لوقتي رواية آه بحضر للرواية بس مش عايزة تقولي بقى اسمها طبعا يعني إستا مش مقررة اسمها عاوي بيكبرت عن المرأة المرأة هو ده الموضوع اللي بيشغلني لأنها بتصعب عليها جدا المرأة غالبانة جدا في مجتمعنا غالبانة للأسف من الحكم من الرجال ومن الحكم برضو من ستات صحيح يعني ممكن أكتر حد بيمارس الشوفونية ضد المرأة القمع ده أو القمع صوري القمع ضد المرأة هي المرأة نفسها صحيح يعني أنواع معينة من المرأة بس أنت بتصوري ليه كده لأن ده فعلا كان بيحصل في أوقات كتير ويمكن لما ظهرت السوشال ميديا والحاجات دي الموضوع ده بقى واضح يعني متجلي واضح بشكل كبير جدا أن ساعة كتير الستات نفسها هي اللي بتمارس القمع ده ضد الستات هو وبتجرمها يعني المرأة هي اللي بتجرم المرأة في حاجات ممكن ما تبقى عادية أو أنا شايفة إن بيبقى حاجة من الاتنين يا إما أنا عايزة أقول نفس الكلام من الذكور اللي في حياتي بيقولوه عشان أكسب رضاهم فهو نوع من الرشوة أو الـ يعني معظم الستات بتعمل كده بالزت اللي في أعمار معينة أنا شفت ده بعينيه فهي بتحاول ترضي جوزها وأخوها وكده بنفس الكلام اللي هما بيقولوا فبتكرر الكلام مع إنه بيدينها هي أيوة طبعا أولا يعني وبيقيدها هي وبيقيدها هي بالزبط بالزبط والحاجة الثانية إن هي بتبقى عايزة يعني أي حد غريب عني إحنا بطبيعتنا كبني أدمين لما نلاقي في مننا حاجات مشتركة بنقدر نتفاهم مع بعض ونتكلم مع بعض لو إحنا مختلفين مجتمع بتاعنا بيرفض الاختلاف تماما طبعا وبيانفور منه فهي فكرة إنه ممكن تكون الستة دي بتعمل تصرف أو بتلبس بشكل مختلف أو متلقة أو وقت قبل أي حاجة مختلفة عن اللي أنا بعمله ومتعودة عليه تبقى غلط تبقى غلط طبعا هي مختلفة بس مش غلط أيوة طبعا برافو عليك أنا حلوة جدا الجملة دي مختلف مش غلط المختلف مش دايما غلط يعني مش أي حاجة مختلفة تبقى هي أو اللي هي مرادف لأنها غلط ده العكس نبتدي بقى نخسل دماغنا شوية ونبتدي نفكر في الحاجات بشكل مختلف يعني إحنا ربنا خلقنا انديفيدولز كل واحد ليس متفردين متفردين وأنا أصفى على ما أقولش حاجة بالعربي ده أنت كان بروية كلها بالإنجليز الحمد لله أنت تتكلمين عربي بقى أنا أصد أن ربنا خلقنا متفردين فعلا كل واحد ليه تجربة خاصة جينيات خاصة شخصية خاصة ما ينفعش نبقى كل أنا شبه بعض يعني ده مش منطقي فلازم أتقبل فكرة أن إحنا مختلفين ولازم ما نهرش أي حد لأنه مختلف عني بالضبط ونستمتع باختلافنا بالعكسة الاختلاف ده نعمة ده شيء جميل أنت يبقى فيه اختلاف أنا عايزة شوية تحكيلي طبعا الرواية القوية هي اللي كتبت لإنجليز الكالتانية دي بالعمال مصرية يعني سهلة وبسيطة ولزيزة وتتكلم عن حاجات تخص كل الستات تجربة البطلة يعني البطلة ابتدت فين وممكن تقول لنا كده تلميحات يعني حصل إيه في حياتها رحلتها رحلة البطلة بتاعتك حبيبة أوكي يعني هي البطلة أكتر حاجة وصمتها أن هي كانت بتتعرض لعنف سديد لا في الأول خالص يعني الأول الرواية أن هي اتجوزت مجاملة مجاملة أنا صمت بمطلقة فأنا بدأت بعمل حاجة كويسة وبعدين في الآخر وصلت لكده لأنه كان حاجة غلط من الأول وكان حاجة غلط بس عشان في طابع حبيبة الأصيل بطلب طبعها التضحية وتضحية يعني من غير مساحة خالص ففضلت تضحي لحد ما خلص ما أنا مطلقة فأنا كده حصرت في نوعية معينة من الرجال فرضيت بشخص متزوج خدت بقى حد من المستوى مش المستوى اللي هي مفهولة تتجوز حد متزوج حد أعنيه في سايكوباتي شوية وبدأت رحلة عذاب بقى كاملة معايا يعني لحد ما يعني لحد ما هي بتكرر أن هي يتعرضوا يعني إما تستسلم وعنشوف بقى هي قررت إيبا في الرواية أنا كنت مستمتعة جدا بالحوار معاكي إنجي كتابة إنجي عيسى وبدعوك أكيد لقراءة الرواية الرهاصات مصرية بقى نعرف حبيبة الأصيل اخترت عنه طريق فيهم وأكيد إحنا في امتظار روايتك القادمة إن شاء الله بصوري جدا جدا فقراتنا خلصت النهاردة كان معناها جمعة فقرات الحقيقة لطيفة ومتنوعة بيعني فنية أكتر نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها نهاردة لكن بكرة يوم جديد وفريق أعمال جديد ناركم سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر